أكدت الأستاذة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين أثبتت التزاماتها الإنسانية والدولية وتقدمها في مجال حقوق الإنسان بفضل اهتمام جلالة الملك المفدى وعلى هامش مشاركتها في أعمال الدورة الافتراضية السابعة والثلاثين للجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي أكدت دكتورة جميلة سلمان أن التزامات البحرين الإنسانية والدولية أثبتتها الإنجازات المشهودة التي تحققت بفضل الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك على صعيد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والتي من ضمنها توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع منذ بدء الجائحة وتوفير خمسة أنواع من التطعيمات للوقاية من الفيروس وتقديمها مجالاً للمواطنين والمقيمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر